انتهت العصفة المطرية لتتجلى بوضوح ما أحدثته في مخيمات الشمال السوري ساعة طويلة من الأمطار كانت كفيلة بإغرق عدد من الخيام في المخيمات والتجمعات العشوائية كما الحال هنا في مخيم الإيواء قرب بلتة كلي تحاول أم علاء المهجرة من ريف إذلب الجنوبي لملمت ما أغرقته العصفة والله هالخيم هالحزين دع الشرع علينا مي وشوفت هناك الخيام كله تخانة هناك تنوكت والحمد لله ما بدنا نساوده حالتنا على الطين وعلى المطار الشتوي ورق زيتون ندفع عليه وحالتنا الله يساعد فريق منسق استجابة سوريا أعلن عن ارتفاع عدد المخيمات المتضررة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نتيجة الهطولات المطرية الحالية إلى تسعة عشر مخيما وتوزعت الأضرار بين جزئية وكاملة إضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى العديد من الخيام والله أكثرية تجعت شرع علينا دعت شنشي علينا لا تلقى غرض ناشف لا تلقى والله لحفو الويلاد رطبه ومهناش إيش نريد نساود إيش بدنا نعمل يا يا أبو والله إيش أرد أقول لك ما سولفتك من ترايتي ما بوش بحندش لا تدفي لا بيرين لا صوبة لا تحطب لعنى الزيتونات عمت عيوننا الزيتون عم عيوننا تشكل المستنقعات مشكلة كبيرة للأهالي داخل المخيمات الأمر الذي سبب إعاقة في حركة الأهالي داخل وخارج المخيمات المتضررة عجز واضح في الاستجابة الإنسانية ولا يختلف الشتاء هذا العام عن سابقه إلا باختلاف أرقام الأضرار وتبقى الحلول الدائمة بنظر المهجرين بالعودة الأمنة إلى بلداتهم وقراءهم بعيدا عن هذه الخيام البالية إبراحيم سويت تلفزيون سوريا ريفو إدلب الشمالي